إلى ملف آخر إلى الجزائر تحديداً والعلاقات المتوترة في هذه الفترة بين الجزائر وفرنسا هذا التوتر ترجمة المواقف الأخيرة التي أعلنها الرئيس الفرنسي مانويل ماكرو والتي شكك فيها بالتأكيد بالأمة الجزائرية قبل الاستعمار الفرنسي تصريحات قادة العلاقات بين البلدين إلى توترات ومواقف سياسية متشددة ترجمة التصريحات الأخيرة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال مقابلة مع صحيفة ديرشبيغل الألمانية تبون استبعد عودة العلاقات مع فرنسا إلى طبيعتها بسبب مواصفها بالتصريحات الخطيرة جداً للرئيس مانويل ماكرو وأضاف أنه لا يوجد جزائري سيقبل أن تستأنف هذه الاتصالات مع الفرنسيين أو مع من أطلقوا هذه الشتائم في إشارة إلى مانويل ماكرو وقال الرئيس تبون إنه مستاء للغاية من نظره الفرنسي وإنه لا ينبغي المساس بتاريخ الشعوب ولا يجب أن يهان الجزائريون في إشارة إلى طعن ماكرو في تاريخ الجزائر عندما سئل تبون إن كان سيرد على أي اتصال من الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرو فأجاب أنه لن يرد موقف تبون لم يختلف عن الجيش الجزائري الذي أدل بتصريحات لافتة من خلال مجلته الدورية مجلة الجيش في الجزائر التي قال فيها إنه لا يمكن للأعداء التاريخيين والتقليديين النايل من عزيمة الجزائريين أو تشكيك في انتماءاتهم وحضارتهم ونضارهم واتهم الجيش من سماهم بالاستعماريين الجدد بالترويج لعدم وجود أمة جزائرية قبل الاحتلال الفرنسي لدغدغة مشاعر المتطرفين وتبرير جرائم الاستعمارة